كل نبي قابل في دعوته مواقف كتير صعبة ولو اتكلمنا عن سيدنا يوسف هنلاقي ان موقفه مع امرأة العزيز كان الاصعب في حياته كلها القرآن الكريم وهو بيحكي قصته ركز على جملة محيرة اوي ولقد همت به واهم بها بس يا ترى ايه تفسير الجملة دي؟ وهل فعلا بتشير ان يوسف اوشك على ارتكاب الفاحشة ولا المقصود منها حاجة تانية النبي يوسف من اكتر الانبياء اللي ربنا ابتلاهم بمواقف صعبة جدا من اول كره اخواته له لحد ما حاولتهم للتخلص منه لغاية بيعه في سوق العبيد ودخوله قصر عزيز مصر وهناك قابل ابتلاق جديد هو اللي غير مسار حياته كلها الابتلاق ده كان امرأة عاشقة بس ما كانتش امرأة عادية دي كانت امرأة العزيز سيدة رفيعة المقام دبرت الاختلاء به في جناحها الخاص القرآن الكريم حكى الموقف الصعب ده بالتفصيل وكانت اكتر اية مثيرة للتساؤلات ولقد همت به واهم بها لو لا انرأة برهان ربه فهل يوسف ضعف للحظة لاغواء المرأة والشيطان واسواسله بارتكاب الفحشة ولا لا ولو كان لا فايه معنى هم بها؟ الشيخ الشعراوي شرح لفصيل الآية وقال ان هم دي معناها ان الانسان بيستعد لتنفيذ حاجة معينة ممكن يعملها وممكن ما يعملهاش امرأة العزيز زي ما الآية قالت همت به وما جدش اي حاجة تانية بعد الكلمة دي عن موقفها وده معناه ان نفسها زينت لها اغواء يوسف فعلا استجابت وخططت لارتكاب المعصية معاه طب ويوسف الآية بتقول واهم بها لو لا انرأة برهان ربه لو لا في اللغة حرف امتناع لوجود يعني البرهان كان موجود قبل ما يوسف يهم بامرأة العزيز وعشان كده لم يهم بالفاحشة من الاساس فالبرهان او العلامة الربانية خلته يثبت على موقفه ويرفض عرضها والقرآن الكريم ركز البرهان علشان يأكد ان يوسف امتناع عن الهم بسبب البرهان ده مش بسبب وجود نقص فيه هو كرجل ولو كانت الآية الكريمة قالت ولم يهم بها او ما هم بها هنا ممكن يكون عدم ارتكاب الزنب راجع مثلا ضعف موقفه لانه كان خدم في العصر هيكون شرط الامتناع عفت يوسف وخوفه من ربنا سبحانه وتعالى لكن ايه هو برهان ربه؟ الحقيقة ان علماء التفسير اختلفوا في طبيعة البرهان ده ففي منهم قالوا انه ملك نادى يوسف ونهاى عن ارتكاب الاسم ده قالوا انه شاف صورة ابو سيدنا يعقوب على الحيطة وهو بيحذروا منها رواية تالتة بتقول ان زوج العزيز غطى التمثال كان في جناحها بقطعة قماش لانها تكسفت منه والتمثال ده كان بيرمز لاله مهم عند المصريين القدماء سيدنا يوسف قال الله اولى ان استحي منه والقرطبي وغيرهم قالوا عن البرهان ده ان سيدنا يوسف لقى في سقف الغرفة جملة قرآنية اختلفوا فيها فمنهم اللي قال انه شاف مكتوب ولا تقربوا الزنة انه كان فاحشة وساء سبيلة ومنهم قالوا انه شاف وان عليكم لحافظين وبصرف النظر عن البرهان الرباني وهل كان مادي او معنوي فربنا سبحانه وتعالى اراد عدم تعريفه او ذكر تفاصيله واكد على امتلاك يوسف كل الصفات اللي تخلي مراقة العزيز تفتن به ومش بس هي لأ وباقي النسوة اللي قطعوا ايديهم لما شافوه ورغم كده كان عفيف وتقي وهو ده البرهان الفعلي اللي كان موجود جواه من الاول ومنعوا انه يهم بها زي ما همت به ترجمة نانسي قنقر